وفقرتنا الأخيرة في صباح الخير يا مصر الإهمال وعدم التقدير ما بين الزوجين بيكون واحد من الأسباب الرئيسية في حدوث انهيار للعلاقة ما بينهم بتلاقي كل واحد فيهم عايش في جنب مع نفسه أو يمكن يكون العلاقة بتتحول ما بينهم إلى علاقة روتينية وحالة من حالات الملل الزوجي ده كمان ممكن يؤثر بشكل كبير على الأسرة في حالة وجود أطفال واللي ممكن يشوفوا العلاقة دي بتسوق ما بين الأباء والأمهات وتأثر على حياتهم فيما بعد التفاصيل خلينا نعرفها من الدكتورة المنورانا ومشرفانا السيد سامحة عبد الفتاح استشاري العلاقات الوسرية أهلا وسهلا بيك أهلا بيك فعلا ممكن الأمور تبقى كده يعني أهمية أنه يبقى فيه حد بيقول كلمة كويسة فيه اهتمام فيه تقدير الزوج بيقول كلمة كويسة لزوجته الزوجة بتقدر زوجها وبتقوله نفس الكلمة الكويسة الود والرحمة اللي كنا متعاودين نشوفهم في بيوتنا وبنشوفهم في الدراما هل ما بقوش بنفس القدر؟ هل ما بقاش الأمور ماشية بنفس القوة زي زمان؟ للأسف دي من الحاجات اللي الناس مش هقول ابتدت تخفف شوية من الاهتمام بيها ولكن فيه حاجات تانية كتير بتدت تضغى عليها في حين أن الاهتمام والتقدير مازالوا من أكتر الحاجات اللي مش بس بتأسس البيت دي ممكن تغطي كمان على نواقص كتير في أي بيت وده العادي محدش فينا حياته كاملة ولكن كلمة طيبة حتى في شغلنا ممكن يبقى ضغط شغلك رهيب بس كلمة تشجيع لطيفة كلمة طيبة من حد من زميلك أو حد من رؤسائك تخليك يمكن تبذلي مجهود مضاعف وانت يعني مبسوطة وانت مش مضايق قوي بنفس السيناريو الاهتمام والتقدير في حياتنا العادية وجودهم بيخلينا قادرين على بذل مجهود أكتر وحسين أصلا بقيمة اللي احنا بنعمله مهما كان بسيط فيه ناس ما بيعرفوش يعبروا على مشاعره يعني منشوف ده هو بيكون مهتم مثلا بزوجته أو الزوجة مهتمة بزوجها لكن فكرة التعبير إنه يقول زي محرك بتقولي كلمة فيها تقدير كلمة طيبة فيه ناس ما عندهمش الملكة دي أو القدرة دي نقول لهم إيه أو إزاي يحافظوا إنه هما يخلوا العلاقة أفضل بالكلمة اللي فيها تقدير وكلمة طيبة المعادلة دي ليها شقين الشق الأولاني إحنا كلنا بنعرف نقول بدليل إن إحنا في أشغالنا بنجمل بعض صح؟ في السوشيال ميديا كلنا بنكلم كلا وخيف وحلم بدش قطع أحمد عايزة أقول هي الناس فعلا ما بتعرفش ولا بتقول إنها ما بتعرفش عشان ما بتعملش يا حاجة أوقات ما بنعملش وأوقات بنحس إن إحنا ضمنين المنطقة دي أوي فما فيش داعي الباز للمجهود الزيادة وأوقات عكس المنطق ما بيقول إحنا بنوفر مجهوداتنا للغرب وابنبقى ضمنين القريبين قوي ومشكلة كبيرة إحنا كده هنعمل للرجل بوشكل العالمي مهمة قوي إن إحنا نرتب الأولويات حسب القرب أنا كان قاطف السؤال بس عشان أتفهم صحي يعني في بعض الرجال أو بعض السيدات يقولك أنا يعني ما عرفش أعبر عن مشاعري بشكل مباشي ما عرفش أقول ده إزاي ده يبقى موجود بشكل حقيقي في بيوتنا لأنه فعلاً الكلمة بتفرق الكلمة بتخلي الإنسان يدي أكتر ويبقى أفضل أكتر في علاقته ويحسن علاقته بشريكه وبزوجته